المربع هنا يبلغ طول كل ظلع من أضلاعه X المطلوب هو معرفة إن كانت هناك علاقة تناسبية بين محيط المربع وطول ظلعه فكروا قليلاً في الأمر ليسهل عليكم الحال، ارسموا جدولاً وقسموه إلى أعمله ثم ضعوا في العمود الأول طول الظلع ومقداره X وضعوا المحيط في العمود الثاني الآن احسبوا المحيط المحيط يساوي X زائد X زائد X زائد X أي 4X وهنا ضعوا النسبة بين المحيط وطول الظلع ولاحظوا ماذا سيحدث إذا كان طول الظلع يساوي 1، كم يساوي المحيط؟ أربعة ضرب واحد أو واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد الناتج هو أربعة أما النسبة فتساوي أربعة إلى واحد وتساوي أربعة أما إذا كان طول الظلع اثنين فإن المحيط يساوي 2 زائد 2 زائد 2 زائد 2 أو أربعة ضرب اثنان ويساوي ثمانية أما النسبة فتساوي ثمانية إلى اثنان وتساوي أربعة من الواضح أن هناك نمط يتكرر هنا يبدو أن نسبة المحيط إلى طول الظلع تساوي دوما أربعة يمكنكم متابعة الحساب إذا كان طول الظلع ثلاثة فإن المحيط يساوي إثنى عشر أما النسبة فتساوي إثنى عشر نقسومة على ثلاثة ويساوي أربعة فكروا معي بالذي يحدث هنا عندما تحسبون المحيط فإنكم تضربونه بالعدد أربعة لاحظوا النسبة بين المحيط وطول الظلع إذا كان طول الظلع يساوي X فإن المحيط يساوي أربعة إذا قسمتم أربعة X على X ستكون الإجابة دوما أربعة وهذا يتوافق تماما مع شرط وجود علاقة تناسبية فالنسبة بين المحيط وطول الظلع تساوي دوما أربعة لا تنسوا أنه بإمكانكم الحصول على العلاقة التناسبية دون استعمال الجدول حيث أن محيط المربع يساوي أربعة ضرب طول الظلع إذن المحيط يساوي عددا ثابتا مضروبا بطول الظلع أو بطريقة أخرى المحيط مقسوما على طول الظلع يساوي أربعة والنتيجة هي وجود علاقة تناسبية بين طول الظلع والمحيط ترجمة نانسي قنقر